من حيث البداية، مش هكلم من حيث النهاية، لماذا الإسماعيلي، هذا النادي الكبير العظيم، يمر بهذه الأزمات المتتالية منذ ثلاثة أو أربع سنوات؟ ده كمان، وإحنا منتكلم في حد أدنى، أنا مش عايزة أقول من سنوات طويلة، ثلاثة أربع سنوات الإسماعيلي في دوامة مش قادر يخرج منها؟ بصحبك، السؤال عريض شوية في الأول، بس عشان يتطمن، لا بالعكس، هو سؤال مهم جداً، هو النهاية إسماعيلي بيمر بالموضوع دو، الفترة العصيبة دي، من فترة يناير 2011، مروراً بالسنوات اللي مرت إلى أن وصلنا إلى 2003 وعشرين، لكن الموضوع ظهر جلياً في آخر أربع سنواتي، لأن كل الناس اللي شغالة ما كانتش بصة وشايفة على اللي أدام، أنت عشان تعمل السواة أناليسيز، الأول بتشوف أنت فين، ورايح فين، وعاوز إيه؟ وعشان توصل لهدفك دو، هيكلفك مال ووقت وجهد قد إيه؟ صح. الناس اللي بتشتغل، اشتغلت تحت ضغط جماهيري، تحت ضغط السوشيال ميديا، أوصلونا لما نحن فيه؟ تخوفاً من بعض العبارات الموسيقى على السوشيال ميديا، من يعمل في العمل العام، لابد أن يقطع أذنيه، صح. نمر واحد للنجاح النادي الإسماعيلي يوصل لإيه؟ وصل لللي إحنا فيه دوت بسبب المشجعين اللي بدخلوا ببلاش محبي النادي الإسماعيلي والنادي المصري والنادي الاتحاد والنادي الزمالك والنادي الأهلي هم اللي بيروح يدفعوا تمن التسكير صحيح لكن المأجورين اللي بيدفع لهم فلوس عشان يدخلوا مباريات عشان يسيقوا الكريم والشيحة والإبراهيم عثمان واليحيى الكومي والنصر أبو الحسن والأي مكان من يتقلض المنصب هم دول سبب ما نحن فيه نهيك عن أن السوشيال ميديا دي لا تحدد هويتك يعني أنت ممكن تكون مشجع أهلاوي عملت صفحة كبرت في إسماعيلية أوهمت الناس اللي بتشجع النادي الإسماعيلي للأسف بعض الرؤساء الأندية وبعض مجالس الإطراط انحضرت وراء هذه الصفحات فتسبب في هذا لا أهلاوي أو زبالكاوي لا أهلاوي أو زبالكاوي لا أهلاوي لا أشجع النادي الإسماعيلي جماهيره على راسي من فوق يعني بالعكس يعني بهنيهم على بطولة أفريقيا ده مجد المصري إطلاقا يعني أنت عارف حقيقة أنت بتتكلم كمسؤول غيره أنت بتتكلم كمشجع يعني ممكن أنا مشجع أقول لأنا عايزه أو أن أنا بمتهي المهنة أنا صاحب شركة أقول لأنا عايزه لكن أنا أتحدث كممثل سابق عن النادي الإسماعيلي أتحدث بكل احترام وتقدير طبعا طبعا لا وبصراحة بتتكلم عن النادي الإسماعيلي بشكل كويس حتى وإنت برى المسؤولين ما فيش كلام يعني صحيح فما أوصلنا هذا الوضع ارتعاش أيدي المسؤولين نتيجة تظاهر الأحوال الاجتماعية لمستخدمي المواقع التواصل الاجتماعيلي ده رقم واحد نمر اتنين بيعتمدوا على الاصطقة وليس أهل الخبرة يعني تحذر مهما تحذر لكن هو بيعمل اللي هو شايفه النتيجة اللي أنت ما بتطبقش الفاينانشال فير بلاي جايب لعيبة برقم كبير جدا يعني أنا عايز أعرف جاله قلبي إزاي اللي بيمضي مع العيب بمليون وسبعمية ولا مليون وربعمائة ألف دولار وهو النادي الإسماعيلي ما عندوش دولار أصلا واحد وربما عندوش المليون وربعمائة ألفين بالضبط مش بالدولار كمان بالضبط عدم التخطيط عدم وضوح الرؤية عدم وضوح الأهداف عدم وجود فئة مالية يتحرك فيها النادي الإسماعيلي تحدد هوية النادي الإسماعيلي المالية ده كانت أسباب بالإضافة للسبب اللي أنا بدأته الموضوع أصبح أكثر تعقيدا لأن أنت كل سنة بيصعد لك نادي أكبر الإسماعيلي السنة اللي فات كان نختار العاشر بعد الأهلي والزمالك وبراميز وفيوتشار بنك الأهلي فاركو سموحة امبي المصري للتحاد النهاردة طلع لك زده الجولة وسراميكا طبعا وسراميكا أنا آسف يعني لا لا أنا أفكر فالإسماعيلي كان الخيار العاشر أو الحداشر النهاردة طلع زده الجولة فالإسماعيلي هيبقى لاختيار التلاتاشر والأربعتاشر أنت بتتكلم على القوى المالية أنت بتتكلم على ليه الإسماعيلي يوصل لك هما ما ذكروش يا كريم اللي أنا بقولولك دول هو الإسماعيلي من 4-5 سنين كان الاختيار الخامس مثلا أنت وصلتوا أنه بقى لاختيار التلاتاشر والأربعتاشر لأن أنت لو ذكرت ما فيش حد يشتغل على قطاع الناشئين أول حاجة عملناها اختارنا 55 لعب متميزين وفي زيهم في القطاع لكن قلنا بسرعة جبنا 55 لعب متميزين صعدنا منهم سبع لعبين منهم 2006 بشار و2008 زياد و2004 خطاري و2003 عبدالله حسني ولعب متميزك عبدالله السعيد مش عزل سحد الواجدي عشان هو أهم نقطة كان بيتميز الإسماعيلي طوال تاريخ وانا ما عنديش فلوس أقاوم معاك مش بس كده أنت لو كنت بتطلع من قطاع الناشئين كنت بتعرف تبيع وتكسب قلت للأولاد أنا مكسبي الوحيد أن كل الأولاد دول كلموني بعد ما المجلس استقال يعني قلت للأولاد اللي مش هيلعب في عهدي في النادي الإسماعيلي مش هيلعب محمد إهاب الباكلف تأخذ مش عزل هنسى حد كلهم لعبة متبيزة جدا على فكرة يعني أنا بس اللي فاكرهم اللي حصل معهم مواقف يعني فالأول وانت معاك أنا آسف للموقع وانت كنت بتختاري اللعبة اللي بتلعب لا أنا لا أنا مليش علاقة كابتن صابري المياوي كابتن إسماعيل حيفني محمد ابراهيم عبدالرحيم على اعتبار ما له من خبرات ولجنة كاملة من المدربين كابتن سيد بزوكة كابتن طريق الوحش كابتن عاطف عبدالعزيز كابتن أيمن خليل الحسيب أحمد الجمل نور مكي خليفة عجيلة أنا أقصد كابتن حمزة الجمل مدير فني فهو طبيعي اللي بيختار مليوش حمزة شغالة واحد وفوق هم بتكلم تحت في خطار الناشئين في خطار الناشئين بعدما المميزين حمزة بلعبهم من مطشات ودية واختار بينهم لعيبة ومعادي الوقت عبدالله سعيد وخطاري في الدرجة الأولى والمميزين بيتمرانوا تحت هاي وفيه لعيبة تانية متميزة لكن عنده سلوك عاوز ينضبط فخليته شوي يغير من صحابه فينضبط أنا بعالجه سلوكيات وجالي بعض أولياء الأمور تحدثوا معي في ذلك الأمر قلت لهم لأ إحنا بنساعدك إذا نحن نظبط سلوكيات الولادة طيب فالقطاع الناشئين وإنك تشتغل على الفينانشال في البلاي